اختتم مدير عام إدارة التخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد الخليفة صباح اليوم زيارته إلى المجالس البلدية في المحافظات الأربع اليوم في المحافظة الشمالية حيث استعرض المخطط التفصلي الجديد للمحافظة على رئيس وأعضاء المجلس وذلك في إطار جولاته المتواصلة لعرض المخططات التفصيلية للمحافظات الأربع بعد الانتهاء منها في الإدارة العامة للتخطيط العمراني وكشف مدير عام إدارة التخطيط العمراني عن وجود خطة نهائية لتطوير السواحل في عدد من المناطق أبرزها ساحل كرزكان وتوفير سواحل جديدة من خلال الاتفاق مع القطاع الخاص حيث تم الاتفاق مع ملاك تلك الأراضي إلى استقطاع 30% من أراضيهم الساحلية بالإضافة إلى فتح المزيد من الطرق حتى يتم التخفيف من الضغط على الشوارع الرئيسية وربطها ببعضها البعض لفتا إلى أن المخطط التفصلي الحالي قد راعى الكثير من التفاصيل المهمة بما يخدم المواطنين والمقيمين لفتا إلى أنه لا توجد تغيرات جذرية في المخطط الخاص بالشمالية وما مشمله التغيير بعد تصنيفات قليلة مع مراعاة كافة الخدمات التي تنقص المحافظة الشمالية وستكون هناك 16 خريطة خاصة بالهيكل التفصيلي من حق الجميع الاطلاع عليها هو أكبر تغيير على الخرايط هي إيجاد السواحل الجديدة ويكون واضح في مناطق مثل كارزكان اتفقنا مع المستثمرين وملاك الأراضي على فتح السواحل من أراضيهم ومقابل ذلك نعطيهم تصنيف سكني في أراضيهم فبهذه الطريقة اشتركنا مع القطاع الخاص ومع المجلس البلدي في إيجاد سواحل جديدة بنو ما نكلف على الحكومة أي مبالغ وهذه السواحل بتكون في مناطق فيها تكدس سكاني مثل مدينة حمد وغربي مدينة حمد وطبعا كارزكان إلى البحار فركزنا على هذه الأماكن وانتبقى أن السواحل أكبر إنجاز لنا في التخطيط في الشمالية كانت عندنا أراضي كثيرة غير مخططة في المنطقة الشمالية لقيمنا اليوم لا بالعكس راح يكون فيها تخطيط وهذه طبعا إحنا كبلدية راح يسهل علينا سرعة وأصدار التراخيص للطلبات المقدمة كذلك هناك طبعا تم تثبيت المناطق بالنسبة لمناطق التجارية بمختلف تصنيفات كانت فيها بالنسبة للمجمعات تجارية أو حتى كالشوارع التجارية تم تثبيته وهي طبعا كله يساعدنا في سرعة إنجاز أصدار التراخيص كذلك تم بعد عرض مقترحات التي قدمت من البلدية بالنسبة لتعديل بعض التصنيفات في المناطق الصناعية والتي تعاني من كثير من الازدحامات والتي طبعا صعوبة الوصول إلى المناطق بتعديل هذه التصنيفات لتغديل الضغط المروري أعتقد اليوم الخرائط اللي عرضوها علينا الأخوان في التختيت العمراني كانت خرائط تتميز بالشفافية أكثر تفصيلية أكثر ملاحظاتنا رح ترفع إلى الأخوان في الإدارة العامة للتختيت العمراني ليتم طبعا الموازنة ما بين ما طرح وملاحظات الأخوان السادة العضاء في المجلس البلدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر